اهلا بكم مشاهدين في هذا الموعد الاخباري والبداية بالوضع الوبائي في تونس والذي ما زال يشهد تصاعدا في عدد الإصابات وقد أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 حالة وفاة جراء فيروس كورونا تم تصرح بها أولي لا أمس أو الأول وفقت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 37% وأضافت الوزارة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد أن عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص بلغ 1025 وأن عدد المقيمين بأقسم العنية المركزة بلغ أكثر من 180 شخصا في حين يخضع 49 شخصا للتنفس الاصطناعي فيما تجاوز عدد المتعافين من الفيروس يوم أمس عتبة 7100 شخص وفيما تشهد ولاية مدنين تصاعدا على مستوى عدد الإصابات بفيروس كورونا فإنها تعرف تراجعا في الإقبال على التلقيح وبحسب الإدارة الجهوية للصحة فإن أغلب المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في الجهة يتجاوز عددهم الخمسين ولم يتلقوا جرعات التلقيح اللازمة في ولاية مدنين في مسترجدات الوضع الوبائي في الساعات الأخيرة تستمر جل المؤشرات في الارتفاع دون تسجيل أي تراجع في أعداد الإصابات المؤكدة الحاملة للفيروس مع تطور أعداد الحالات التي تستوجب الإيوا ببراكز كوفيد بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة بالجهة نسمة كبيرة اللي قاعد نسازلوا فيها يومين ما بين 400 ل500 حالة جديدة على مستوى كيفة الولاي الحالات هذه بتبعبش نجر عنها ثم إقامة بالمستشفيات لدينا توحالين قرابة 50 مواطن مقيمة بالمستشفيات منهم أثناش في قسام الاستعجالي مش شوية الأثناش أظهما كلهم مرضى كبار سن وما همش ملقحين هاي المؤسسات رجع تخدمه احنا طوام معناه تليمد اللي هما وإن الإطار التربوي اللي معناه ثبتة أنه عنده العدوى ياخذ خمس أيام راح أو سبع أيام حسب الحالة الصحية متاعه ويرجع للدراسة متاعه والمؤسسات رجع تتقري على رحها عادية ومع تطور أعداد الحالات المسجلة والتي تعادل الخمسمائة حالة يوميا لدى المواطنين وفي الوسط المدرسية تسجل الجهة في المقابلة تراجعا في أعداد المقبلين على عملية التلقيح مراكز المفتوحة يوميا كل يوم عندنا خمسة مراكز في الولايات المدينة مفتوحة بخلاف الحمل التلقيح اللي عملناها في العمادات والمراكز الصحية اللي قبل يبقى مع كل أسف ضعيف رغم معناها مع الأعنام رغم التواصل معنا بيكون مختلف الطرق مراكز يوميا متزوج خمسمائة التلقيح على مستوى إليه كامل هذا يضعي في سواء ما كل يوميا في بعض الإدارات ولا بعض المؤسسات ولا بعض الصحات التجارية معناها ثم تراخي في تطبيق معناها طلب الجواز التلقيح لا أجنبي ولا تونسي التلقيح ضروري بالنسبة لنفسك أما التلقيح الوقاية خير من العناية قلت لك مهما كان الوقاية تأخذها إذا الوقاية نسخي في منها أنها بتمرض ولا هي فيروس ولا فيها حاجة هذا غلط نشوفها العباد ماهش قادة مقتنعة مية في المية ولكن لم أفرع من التلقيح هذا ما عدنش حال آخر ما عدن حتى حال آخر ينقضنا من آفة هذه التلقيح في ولاية مدنين ومع تواصل انتشار الفيروس في الجهة يبقى السبيل الوحيد للنجاة من هذا الفيروس التلقيح والتشديد في تطبيق إجراءات الوقاية ولا سيما الجواز الصحية نبقى في المجال الطبي ويفتقر المركز الجهوي لمرضى السكر بولاية القيروان إلى العديد من التجهيزات الضرورية إلى جانب البنية التحتية المتردية والتي عمقت سوء الوضع وبحسب آخر التصريحات للمدير الجهوي للصحة بالقيروان فإن وضع هذا المركز قد يشهد انفراجا خلال السوداسية الأول من هذه السنة شقوق وتصدعات على مستوى الجدران بالمركز الجهوي لمرضى السكري بالقيروان أضحت خطرا على سلامة المرضى والعاملين بالمؤسسة ويطالب هؤلاء بتدخل الإدارة الجهوية للصحة قبل فوات الأوان كما قلنا من كل بلاسة من عام 1984 موقع صيانة البنائية لا تعهدها لأن البنائية تخذع الوزارة الصحة وتخذع العديد من الدخلين المدير الجهوي للصحة قال إن الإدارة تنتظر تقرير الخبير في البناءات وعلى ضوء ذلك ستقوم بمراسلة الوزارة لطلب الاعتمادات كما أكد أن الإصلاحات ستكون خلال السوداسي الأول من السنة الجارية وجه متاعنا بتبيع المحافظة على هذا مكسب وهذا مكسب صحي للولايات وإحنا ما نشبش تغناء عليه وإحنا مش نرموه وزارة الصحة مستعدة دوم ما يوفى الاختبار هذا إن شاء الله تترصد الميزانية الضرورية لذلك وقوموا بترميم متاعه وإن شاء الله معناها يقعد يقدم الخدمات المرجوة زد ثم مشروعا بتع تركيز كرسي الأسنان الجديد سنة 2022 إن شاء الله خلال الصفقة تمت في وزارة الصحة والاقتناء صار وإن شاء الله معناها مشوق تركيز كرسي الأسنان الجديد كما يعرف المركز بعض النقائص الأخرى أهمها كرسي مجهز لطب الأسنان بالإضافة إلى تواصل فقدان عديد الأدوية الأمراض النادرة في تونس تشخيصها وعلاجها نقاط طرحت في ندوة علمية نظمتها الكشافة التونسية بالتعاون مع جمعية الطباء شارنيكول للنهوض بالبحث والتجديد في المجال الطبي خاصة وأن الألاف في تونس يعانون من هذه الأمراض التي تصيب مختلف الشرائح العمورية أما ترتش بي أنا عشت حياتي عادي تخرجت إنجينيور إلكتريك عملت مستير كنت قريب في فاكت بليبي وبعد أمرضت الظهري يعني باتي وجوع في الظهر ومغادي قاعدت عميدة ووجع لها الملادي نعم في تيست وتحالي لقليل إلى بس ومغادي أمفاً أكتشفت اللي هي جاي الملادي وجع هو معاناة وألم لهم ولعائلاتهم هكذا هو حال أصحاب الأمراض النادرة ممن قد تيما حسب وصف الخبراء رؤاعتك واحدة من هؤلاء الأستاذة الجامعية في الإلكتريك تترك عملها بعد إصابتها بمرض خلل التواتر العصبي ولتكون بذلك من ضمن أكثر من ستي مائة ألف مريضين بمرض نادر في تونس التشخيص قاعد دعامين كاملين بشارة الملادي لأصحاب الأمراض النادرة يعني من صعوبة التشخيص وحتى كان فمع لاجره كالمع وصعيب يلقاه مش بسهولة يتحصل عليه واحدة أخرى نعزي لهم أما غيري اللي حاصلنا نروحوا في بيت وما عندهم مش جرأة يخرجوا إشكاليات في التشخيص وتوفر الدواء ترحت في ندوة علمية نظمتها الكشافة التونسية بهدف رفع مستوى الوعي حول الأمراض النادرة وتأثيرها على حياة المرضى حيث دعا المختصون أصحاب القرار السياسي في تونس وحول العالم إلى ضرورة تطوير البحوث العلمية لأنتاج الأدوية الكفيلة بمعالجة هؤلاء المرضى نهدف متظهر هذية بالأساس إلى توعية المواطنين بهذه الأمراض التي تقدر حوالي 400 مرض في تونس وأكثر من 600 ألف مريض كنا نحتفلوا بيوم واحد رينا اليوم من الضروري أن نحتفلوا شهر كامل ونقضوا نحكيوا عن الأمراض هذية زادة بشي نحصلوا المسؤولين وأصحاب القرار بأهمية الاعتناب لهؤلاء المرضى ثم 7 ألف و 8 ألف مراض نادر في العالم الأمراض النادرة أكثرها أمراض متوارثة 85% متوارثين جينيتيك تصيب الأطفال خاصة بين 75% تقريب من هذه الأمراض تصيب الأطفال أكثر من ثلاثين من هذه الأمراض لا يقع تشخيصها مع تفير سريعا أسباب الجينيتيك الوراثية هي تكون معناتها أكثر نسبة معناتها في الأمراض هذه بيبش نشوفوا اللي هما فيما بارشة أسباب أخرين واللي تفسر والحاجة اللي هي اللي نجمه ولو حتى في نسبة ضائلة أحنا ننفعوا المريض نجمه ندويوه والنجمه فيما أمراض نادرة اللي هي كان ينفيقوا بها ينجم يبرأ كمبليت مو أربع مئة مرض نادر في تونس خمسة وثمانون في المئة منها وراثية تخلف وجعا لدى المرضى على اختلاف أعمارهم وعائلاتهم وهو ما يتطلب دعما نفسيا خاصة أمام طول مدة تشخيص المرض نقاط تطرح وتتدارس في شهر الأمراض النادرة طيلة شهر فيفري الذي سيشهد تنظيم ندوات جهوية لتوعية المواطنين نتحدث الآن وفي الروبرتاج التالي عن شخص يحب عمله ويحرص على إتقانه بكل ما يتطلبه من دقة في الإنجاز هذا الشخص وإن يفتقد إلى حاسة البصر فإنه يثبت أنه بالعزيمة قادر على تجاوز كل الصعوبات هذه هي الطريق التي يسلكها نزار سنوسي يوميا من بيته في اتجاه ورشته بأحد أحياء مدينة المقنين من ولاية المناسير حيث يعمل في مجال سيانة الأجهزة الإلكترونية مهنة احترفها وأحبها منذ الصغر رغم فقدانه لحاسة البصر نعرى مغروم بها مليناع عمري 13 سنة المكسيموخ عمري 15 سنة بالضبط أي راديو عندي حب للطلاع أي راديو أي حكاية يلزمني نحلها ويرجحها صحيحة يرجحها ترجحها غالطة نحاول ويلزمني باش نجمرها بالضبط القاطعة ونركبها يلزمني كما ما نحيتها مني نحيتها بلسطة يلزمني نرجحها بلسطة باش هذه كيفاش أحفظ وكل مرة تتكسر لي في مثال كما تتنحى كعبة كوندو سيركوية حاجة نتبع كيفاش تتلحم الاعتماد على حاستي اللمس والسمع للتثبت من كل الأسلاك والقطع الكهربائية هي طريقة هذا التقني لصيانة الأجهزة أنا كنمس القاطعة كل شيء يعني نعرفها في مثال نعرف حتى التلفزة مش تطول خدمتها لو فرضنا حتى تخدم نعرفها مش تطول ولا لا حتى بسيستامة سخينة في الردة تيرات بركة هذه السيستامة دي فمو الصلاحة نعتمد عندي لبها راي بالسامعية بالسناري نعرف انه الماس وانه اللي عادي الدوز والفاندكات والسنك نعرف في مثال العمل في حياة نزار عشق وشغف وكذلك مصدر رزق للعائلة لا بس حمدول الله رب الحمدول راك عمانها روحي وخدمتي هذه كم بقوله كونت منها روحي عرست منها كذا كل شيء مري مريقلة منها صغار يقر وطويكة يعتمد برش على روحه مش مقلقني حتى طرف يخدم على روحه ونمشي نخليه طيب التيمتي ويشرب بتيم يفطر يمشي للحنون يحب العزيمة معندش هكذا الضعف معندش هكذا حاجة يعني يعجز عليها حب حاجة يوصلها يوصلها يعني يعملوا مزية يريقلوا للكرن يلبيت طيب إنسان بالمفروض هكذا عنده الحق في الكرن نعدوا كلنا بالفلوس ورغم عبئ المسئولية العائلية يسعى نزار إلى كسب قوته بفضل عزيمته وإرادته التي لا تعرف العرص ما نستحي ما نحبس شيء في الجبل نجب أن نصنحها الخدمة ما نحيرش أنا ما نحيرش ما نحيرش خلاص ما نعجز ما نعجز وما نش كانت تلافز نخدم كل شيء ريسبتر تلافز عندي هدف ما نعرك حل ما نسجل لا نقاش هو مثال للتحدي والنجاح تخلى غمر الحياة بكثير من العزيمة والصبر فتجاوز فقدان حاسة البصر بقوة الإرادة والثقة بالنفس هكذا هو نزار سنوسي تقني بالفطرة وبالإصرار على حب العملي والحياة في الشأن التربوي وفي علاقة بمواجهة مختلف أشكال العنف في المدارس والمعهد مئة مؤسسة تربوية في كامل أنحاء الجمهورية ستنفتح على الفعل الثقافي التجربة تندرش ضمن مشروع التدخل النوعي في المؤسسات التربوية والذي يدعمه الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للتنمية هذه القاعة تحولت إلى قاعة سينما في المدرسة الإعدادية بمركز بعصيدة بسفاقس في إطار مشروع يطلق عليه التدخل النوعي في المؤسسات التربوية المشروع هذا المكون الأساسي هو تجهيز قاعة سينما كانت قاعة عادية فجهزناها وخلناها قابلة بشيء يقع فيها عرض السينما مع العلم أنه نحن في سفاقس وهي بلاد في الثمانينات كان فيها ثمانية قاعة سينما توم عندنا حتى قاعة سينما وبالتالي قلنا مساهمة بسيطة مننا نحن في أعدادية مركز بعصيدة التي عندها والتقاليد في نادي السينما مؤسسة متعنا رائدة في المجال التنشيط الثقافي مؤسسة متعنا فيها 12 نادي والنوادي هذه من شأنها تحسين نتائج تلميذ وتنقص من منسوب العنف وعندنا الإنجازة ذي قاعة سينما الذي جاء في إطار برنامج تدخل نوعي بيك وتم إحداث قاعة سينما كيف زاد يندرج في تحسين نتائج التلميذ مشروع التدخل النوعي في المؤسسات التربوية يهدف إلى دعم السلوك الإيجابي للتلميذ داخل مؤسساتهم عبر هذه الإحداثات هو برنامج مدعوم من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للتلمية بميزانية تقدر بـ 300 مليون أورو موزع على مئة مؤسسة تربوية في كل ربع تونس كل المتدخلين في المدرسة في المؤسسة التربوية ويتم اختيار قيم ثلاثة ولا أربعة قيم يتم عليها إجماع وهالقيم التي تم عليها الإجماع تكون معناها مترجمة إلى سلوكات يومية للتلميذ دعم السلوك الإيجابي بالمؤسسات التربوية ينخرط فيه جميع الفاعلين التربويين من تلميذ وأساذة واحدة من ضمنهم اليوم نشوف مع بعضنا النتاج للمشروع ذلك اللي هو في الأعدادية مركز بعصيدة تقريبا قاعة سينما بكامل المعايير كل فيها معناها بصراحة نموذج المشروع ونحن إن شاء الله المندوبية تستنسخ تجربة هذه على المؤسسات الأخرى انفتاح المؤسسات التربوية على الفعل الثقافي قد يغير ملامح الحياة داخلها خاصة مع ارتفاع منسوب العنف والانقطاع المبكر عن التعليم في تونس إذن ختم هذا الموعد الأخباري شكرا على المتابعة والاهتمام إلى اللقاء اشتركوا في القناة